السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا بكم طلوة سنة ثانية سنة ويارب كلكم تكونوا بخير نهاردة ان شاء الله الجزء الثاني والاخير من يونت 2 هننهي ان شاء الله اليونت النهاردة علشان خلال الاسبوع الجاي بإذن الله نقدر ان احنا ناخد يونت 3 كمان ونقدر ان احنا نجري بقى شوية ونعوض التأخير اللي فاتنا في المنهج وان شاء الله نكون ماشيين بصورة كويسة في الفترة الجاي تعالوا بنا نبدأ كده مع بعض طبعا اليونت بعنوان the iron woman وفي نص موجود عندكم على iron woman نص جميل جدا حاولوا ان انتم تقرؤوا تعالوا كده ان ما نبدأ مع بعض ونشوف الكلمات اللي عندها اول كلمة وزي ما اتفقنا في يونت 1 ان كلمات كتير اوي 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 لكن زي ما انتم شايفين ادي عندنا هنا مثلا اول اربع كلمات مرتبطين ببعض هنا خمس كلمات مرتبطين ببعض وهكذا هتلاقوا كل الكلمات متقسمة بالمنظر ده يجيب لك النون يجيب لك الادفرب الادجكتف وهكذا والفرب كل كلمة بيجيب لك مشتقطها فتلاقيهم عاملين كم كبير اوي لكن هم في الاصل يعني عشر كلمات عشرين كلمة ولكن بمشتقطهم فالموضوع سهل انت حفظهم بس بالطريقة اللي انا بقولك عليها اول كلمة اميوز معناها يسلي او يضحك اميوز يسلي او يضحك صاحبك اللي دمه خفيف اللي بيوعد معك ده واحد بيسليك طيب بعد كده عندنا كلمتين عايزين نقراهم مع بعض سيبنا من الكلمة التالتة دي عايزين الكلمة الرابعة دي والكلمة التانية اميوز واميوزنج يعني ايه اولا الاثنين صفه دي صفه ودي صفه الفرق ما بينهم زي ما قلت كتير قوي 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 ان الصفة اللي اخرها ING ده شيء بيسبب الصفة شيء بيسبب الصفة يعني فيلم مضحك او ممتع او مسلي الفيلم هو الايه اميوزنج طب انا وانا باتفرج على الفيلم ببقى ايه ببقى اميوز يعني سعيد او مستمتاعي الصفة اللي اخرها ايه دي انا بشعر بيها أما الصفة الآخر ING الشيء هو اللي بيسببها Amusement معناها مرح أو تسلي دول أربع كلمات مرتبطين ببعض Child معناها طفلة أو ابن سهلة Childhood معناها مرحلة الطفولة سهلة Did ميت Did لي مميت أو قاتل مرضو كلمة حلوة ومهمة This معناها الوفاء أو الموت Doe معناها يموت أو يتعطل برضو أربع كلمات لي وملاقب بعض بعد كده Enormity معناها ضخامة أو خطورة Enormity ضخامة أو خطورة خد بالك بس إن هي Noun إن دي كده اسم Am enormous الكلمة اللي كلنا عارفينه طبعا معناها ضخمة أو هائلة لكن دي صفر Entertain معناها يسلي بيجي منها برضو Entertainment معناها تسلي وبيجي منها entertaining معناها مسلي أو مفرح Forever معناها للأبد أو forever برضو كأدفرب Laureate معناها حصل على جائزة همة أو مبجل أو مبجل يعني شخص مهم جدا عمل إنجاز كبير خاصة لو واحد حصل على جائزة نوبل March معناها بركة أو مستنقة خلي بالك إن هي بالS H بعد كده publication نشر كتب أو مجلات Denoun كمان publication معناها عمل مقروء زي كتاب أو مجلة Publish معناها ينشر Publisher معناها نشر الشخص اللي بيكون بالنشر نفسه Publishing معناها نشر برضو كتب أو إيه أو مجلات خمس كلمات لهم معلقة ببعض Remain يبقى أو يظل أو يمكس Remaining متبقي Remains بقاية أو رفات خلي بالك دي نون ممكن نشوف البرب ده Remain نشوفه برضو بنفس الاسلوب ده بالضبط نشوفه مثلا Remains إمتى لو إحنا في المضارع البسيط وفي قبله هنا فاعل مفرد خلي بالك إن ممكن يكون Remains لما يكون فيها اس ممكن تكون بمعنى بقاية أو رفات كنون أو ممكن تكون بمعنى يبقى أو يظل أو يمكس كverb فحسب سياق الجملة تقدر أني أنت تعرف بعد كده toxic معناها سام أو دار toxic معناها سام أو دار toxic معناها السمية السمية حاجة برضو إيه سامة ولكن هنا نون بعد كده toxicologist معناها عالم متخصص في السموم toxicologist معناها عالم متخصص في السموم toxicology معناها علم السموم بعد العالم وهنا ده إيه العلم بعد كده turn into يتحول إلى أو يحول إلى waste نفاية أو إهدار طبعا نون وممكن تيجي verb wasteful معناها مصرف boat laureate معناها شاعر البلاط الملكي شاعر البلاط الملكي نكمل ونشوف الكلمات اللي بعد كده appear معناها يظهر أو يبدو bright lama أو sata bring brought brought معناها يحضر cause معناها يسبب أو سبب تنفعل اثنين verb أو noun celebrate يحتفل بي change يغير أو يتغير country site كلمة واحدة على بعضها بمعناها الريف national قومي أو وطني nature معناها الطبيعة negotiate معناها يتفاوض أو يناقش زي مثلا المفاوضات اللي بتحصل ما بين مصر وما بين الدول الأجنبية وكده بين alam planet كوكب play مسرحية poem قصيدة شاعر poet شاعر poem قصيدة شاعر أما poet شاعر damage معناها تلف أو ضمار canoon أو معناها يتلف كأيه كverb dangers معناها مخاطر describe يصف destroy يدمر dirty كذر أو متسخ dragon تنين events أحداث experience تجربة حياتية أو خبرة طبعا هنا canoon factory معناها مصنع fox معناها عامة الناس خلي بالك هنا ill silent fox معناها عامة الناس بتيجي كتير أو في الأفلام الأجنبي frightened معناها خائف هنا أنا اللي بشهر بالخوف عشان صفة آخرى إيه دي بعد كده gardener معناها بستاني أو جنيني iron ممكن حديد أو حديدي كناون أو صفة kill يقتل member فرض أو وضو mad train أو وحل train يعني poison sim أو يسمم تنفع نون وتنفع verb poisoned معناها مسمم أو به sum poisonous معناها سام أو مسبب للتسمم الشيء اللي بيسبب التسمم أساسا بعد كده polite يلوث pollution التلوث power قوة أو طاقة أو سلطة queen ملكة طبعا سهلة save ينقذ several عديد أو كثير special خاص spend spend يقضي وقت أو ينفق تنفع يقضي وقت أو ينفق حسب سياق الجملة terrible معناها فضيع أو سيء جدا terrified معناها مرعوب طبعا دي أكتر من frightened بكتير دي كده خايف جدا جدا throw معناها يرمي أو يلقي together معناها معا أو سويا worker معناها عمل أغلب الكلمات في صفحة دي كانت كلمات قديمة وصحلة achievement معناها إنجاز adventure مغامرة area منطقة century طبعا كارن من الزمن 100 سنة cheap رخيص طيب بمناسبة century فيه كمان كلمة decade معناها عشر سنين decade عشر سنين choice اختيار cost يكلف أو تكلفة خلي بالك إن choice هنا noun ماشي environment معناها البيئة expression تعبير أو مصطلح feelings معناها مشاعر final معناها النهائي أو مبارنة هائية سواء noun أو adjective footballer لاعب كرة قدم أو football player hawk معناها سقر أو صياد مستعين بالسقر hawk معناها historic معناها تاريخي netball معناها كرة الشبكة overlook يطل على أو يتغاد عن يعني بيكبر دماغه من حاجة معينة أو بيبص على popular معناها شعبي أو محبوب position معناها ملكية prepare يجاهز أو يعد print يطبع طبعا الطبعة printer promise يغطي وعد protect يحمي railway line خطك حديد reason معناها سبب أو مبرر برضو هنا noun كان فيه خدنا من شوية cause معناها برضو سبب reduce معناها يقلل remind يذكر شخص بيذكر شخص تاني تمام الاختلاف الاختلاف ما بين وما بين remember right صحيح أو حق shopping center معناها مركز تسوق situation معناها موقف love معناها يضحك local محلي location موقع location على الموبايل يقولك مثلا ابعتلي location بتاع المحل ده فإيه ابعتلي الموقع بتاع المحل ده manager معناها مدير marlin سمكة marlin married متزوج mass cutla maze متاهة في the maze runner memory zaqira noti مشاغب nearby معناها قريب أو مجاور necessary ضروري surely معناها بالتأكيد test مزاق أو تضاوق noun أو verb تبعكم معناها tab السجاير اللي بتعمل منه السجاير tourist سائح traditional technology traffic معناها حركة المرور هنا برضو noun transport معناها النقل أو المواصلات unkind غير رحيم view منظر vulcano طبعا بركان wave moja weight وزن wildlife معناها حياة برية نكمل ونشوف كلمات موجودة في الترجمة وضمتها مع الكلمات لكي اخذنا كل الكلمات achieve you hook njish yet معناها يفكر فيه أو يناقش واخدناها من النهاردة الاثنين inevitable معناها حتمي inevitable معناها حتمي الناس اللي تفرجت على avengers end game كان زانس بيقول الجملة داوت معناها شك awareness الوعي peace طبعا السلام issue قضية draw attention يجزي بانتباه carry out تنفذ أو تنفذ printing معناها الطباعة living beings معناها كائنات حية dumping معناها اغراق أو دفن chance فرصة progress تقدم mankind معناها البشرية كلمة مهمة جدا في الترجمة eco-friendly معناها صديقة للبيئة conflicts صراعات projects مشروعات man made معناها من صنع الإنسان escaping group dependence معناها الاعتماد solar energy طاقة شمسية matter مسألة existence وجود destroy تدمر victim ضحية destruction تدمير هنا تدمر هنا تدمير harmful دار murder جريمة قتل wind power معناها طاقة الرياح تعالوا نبص على التعريفات المهمة جدا اللي موجودة عندنا في unit amusing adjective هنا في ing يعني الفيلم هو اللي ممتع أو هو المسلي يبقى describe someone or something that is funny or entertaining يعني بتصف شخص أو شيء بيكون دمه خفيف أو بيكون مسلي childhood مرحلة الطفولة the time in your life when you are a child نقط is the time in your life when you are a child طبعا childhood سهل جدا this the end of someone's life نهاية حياتنا طبعا هي الوفاء الموت enormous ضخمة كبيرة very big in size or in amount سواء في الحجم أو في الكمية forever for all future time يعني من دلوقتي اللي فيه مبعد march قلنا معناها مستنقة مستنقة sh an area of soft wetland منطقة منطقة كده فيه أي منطقة راتي باوت لوريات معناها طبعا شعر البلاط قلنا باوت who is asked to write poems for important events by the queen of يعني هو شاعر بيطلب منه انه هو يكتب مثلا روايات ويكتب شاعر يعني كتابات بتاعته فيه احداث مهمة طبعا للملكة بتاعت بريطانيا publish but writing online or print something written in a book انت بتنشر شيء هو انت بتكتب حاجة على النت او انت بتطبع حاجة مكتوبة في كتاب remain يعني continue in the same way يفقه او يستمر في نفس الشكل بعد كده toxic معناها طبعا sam اللي هي business اللي اتنين بيساوه بعض turn into to make something change and become completely different يعني بتخلي شيء بدل ما هو كان احمر مثلا بتحول انه هو يبقى مثلا ايه اغضر waste معناها نفايات او فضلات what is left after you have used something حاجة اللي بتتبقى بعد ما انت تستخدم شيء معين هايزين نشوف دلوقتي حاجات بتيجي مع بعض مثلا cause damage بيجي ايه او يعني كلمتين دول بيجي مع بعض عشان يعملوا معنا يسبب تلف او ممكن بدل ما نقول cause damage نقول do damage have a plan لديه خطة خلي بالك من الحاجات اللي بقى فيها do و make في الجزئية save the earth from save money ينقذ الارض من هنا save بمعنى ينقذ save money بمعنى يوفر save the life of ينقذ او save the planet او save energy او save time طبعا have a job and cause pollution يعني يسبب تلوث عندنا هنا كلمات مثل بعض في المعنى مثل amusing مسل او ممتع او مضحك بتسوي entertaining funny comical humorous laughable كل الحاجات بتتأدي نفس المعنى child بتسوي kid dead بتسوي deceased او lifeless او extinct enormous حاجة ضخمة بتسوي huge vast gigantic او limitless او massive forever for always for good or evermore كل برضو الحاجات بتسوي للابد toxic معنى same outdoor poisonous venomous harmful unsafe vital deadly lethal mortal كل الحاجات تسوي نفس المعنى السؤال يأتي عن ان الكلمة التي تسوي نفس المعنى وتأتي لك 4 كلمات كلمة من هنا مثلا وكلمة من هنا وكلمة من هنا وكذا فتختار الكلمة المناسبة كمان يمكن يأتي الكلمة وعكسها مثلا amusing مسلي عكسها boring او solemn يعني حاجة مملة او رصين مش ممتعة childish معناها طفولي عكسها adult بالغ or roshed dead alive this life enormous tiny forever occasionally or never toxic non toxic harmless safe عكسها الأمنة wasteful معناها مسرف عكسها economical معناها اقتصادي أو موفر نكمل ونشوف الexpressions و idioms اللي عندنا في unity اول حاجة معنا be ready to destroy طبعا b هنا بتتصرف زوار وزوير عادي جدا وبعد كده ready to destroy يعني مستعد لتدمير over the world معناها في أو إلى جميع أنحاء العالم ask somebody not to أو ask somebody to معناها يطلب من شخص الا أو يطلب من شخص an خدناها في الفيديو بتاع grammar be interested in مهتم بي برضو خدناها في فيديو grammar buy the river بجوار النهر وعرفنا الحاجات اللي بتتسويها celebrate national events معناها يحتفل بناسبات قومية clean the mat from يزيل الوحلة أو التين عن during the childhood أثناء طفلته feel the pain قلنا بين معناها ألم frightened buy the experience يعني أرهابته هذه تجربة خوفته تجربة اللي هو مر بها خوفته give someone a test of their own medicine يعني العين بالعين والبادي أظلم زي ما بنقول تمام يجعل شخص يتجرع من نفس الكاس give someone a test of their own medicine يعني خلي شخص ما يدوق اللي هو ايه اللي هو او زي اللي هو عمله بالظبط in an amazing way يعني بطريقة ممتعة in what way بأي طريقة او اي شكل يعني ما تقول لحد يعمل حاجة ايا يكون ازاي بأ like not at most او زي مصد وكنا برضو كلمنا عليها في فيديو grammar make a final decision final معناها نهائي او قرار اخير يعني اعمل ايه او تخذ قرار نهائي المهم انها بيجي مع make not do many years later يعني بعد سنوات عديدة once again مرة اخرى read his poems to his children يقرأ قصائده لاطفاله stop نقط plighting يعني يمنع نقط من تلويس برضو خذناها في grammar stay the night يصحر الليل the most famous of this is الاكثر شهرة بينها ولا هو the most famous of this is ابو تريك اكتر لاعب مشهور في اللابل المسلا قدامنا في الصورة ابو تريك كده wake up from a dream يستيكز walk off into the night يعني يختفي في الظلام الليل work as a gardener يعمل كبستاني agree with يتطفق مع ask for يطلب come out تصدر او تظهر حاجة مثلا الجريدة بتظهر او تنشر climb out off يتسلق الى خارج find out يعرف او اكتشف look forward to بيجي بعدها اما نوني اما في bng يتطلع الى make not into يحول كذا الى كذا او يصنع او يصنع الى move to يعني ينتقل الى promise to يعطي وعد on save from ينقذ من suffer from يعني من take نقط away يبعد يبعد شي عن throw نقط into يلقي شي الى داخل turn نقط back into يحول نقط مرة اخرى الى wake up يرسل او يبعث رسالة الى بعد كده الجزء الاخير معنا amuse معناها ايه زي مونا من شوية يسلي او يمتع او يضحك تمام ده ك verb جاب لنا مثال عليها بالجمل وجاب لنا amused amusing amusement و هكذا طبعا احنا شرحناهم بما فيه الكفاية ونقول الكلمات فانمر عليهم بس 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 زي من شايفين this tv show amuses us the boys amused themselves playing hide and seek يعني الولاد يمتعوا نفسهم ونحن يلعبوا ستغمان هنا زي من شايفين amused ed انا بشعر بالصفة ing انا بسبب الصفة amusement معناها المراح مثلا the amusement او much amusement amusement معناها وسائل الترفيه او علعب الترفيه دائما بتي جمع تمام نكمل die معناها يموت my grandfather died in 2000 توفى في سنة 2000 die of أو from يعني يموت بسبب يموت بسبب die for يموت من أجل يموت من أجل الوطن ويموت من أجل الحرية died for freedom يموت من أجل الحرية die اللي هي بالساويدي السبير بمعنى يختفي مش شرط بمعنى يموت مثلا he has no children هو ما عنده اولاد his family name will die يعني اسم العيلة سيموت معاه أو يختفي معاه die بتسوي break down يعني تعطل the car engine died while i was driving to alexandria هنا برضو مش بمعنى مات هنا بمعنى تعطل dead هنا طبعا الصفة اللي هي بمعنى ميت أو فيني نكمل dead ground معناها أرض طبعا غير خصبة صحرة مثلا dead road طريق مسدود dead language لغة لمتعد مستخدمة مثل اللغة اللاتينية مثلا deadly حاجة مميتة أو catila cancer is a deadly disease طبعا السرطان مرض catil this الموت أو الفناء لا يعد لا يعد this is the end of all living beings الكائنات الحياة كلها نهايتها الموت هنا حالة وفاء أو حالات وفاء طبعا تعد عادي جدا الموت نفسه لا يعد أما حالة وفاء طبعا remain بمعنى يظل أو يبقى he refused to talk and remain silent هو رفض نويتكلم وفض اعد ساكت طبعا بمعنى يمكس أو يقيم ومعنى يتبقى برضو جاب لنا أمثلة عليها it remains to be seen يعني لننتظر ونرى ما سيحدث it remains to be seen it remains to be seen whether he will agree or not يعني قاعدين ونشوف هو يوافق ولا the remainder معناها the rest المتبقي أو البقية he retired in 2001 and spent the remainder of his life in the countryside قد المتبقي من عمره في الريف here remains بمعنى بقايا أو رفات دايما هنا جمع بقايا أو رفات خلي بالك بس عشان برضو هنا نون أما مثلا لو ديت كان هنا عندنا مثلا مفرد فكان هنا يكون مثلا في s لو ما في to كان ممكن في المدارة البسيط تيجي remains فبرضو هتكون بنفس الشكل ده فحاول تفرق دايما ما بين الفعل وما بين النون the remains of the meal were given to the animals البقايا بتاعة الوجبة اللي كان نديناها للاحيوانات remaining بمعنى المطبقي بعد كده نيجي على waste واللي يهمنا فيها الندي لا تعد والندي لا تعد سوأجد بمعنى إهضار أو مضيعة أو جد بمعنى نفاية أو نفايات buying such an expensive car is a waste of money إن إنت تشتري عربية غالية جدا جدا ده إيه تضيع فلوس ولك لحظ التعبير التالي a waste of time a waste of money a waste of effort دي تعابيرات بتيجي مع a waste of سواء مضيعة للوقت أو للمال أو للجوات It's very important to recycle waste من المهمة جدا إن نحن نعمل إعادة تدوير للنفايات برضو هنا زي ما نشايفين جاية مفرد تمام نكمل لاحظ هنا التعبيرات التالية recycle waste يعيد تدوير النفايات يعني بين نعيد تصناعها من الأول Incinerate waste يعني 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 نفايات chemical waste نفايات كيميائية household waste نفايات منزلية dumb waste معناها يدف النفايات تحفر حفرة وتحطها فيها industrial waste نفايات صناعية organic waste نفايات عضوية waste material فضل طبعا هذه تعبيرات مختلفة باستخدام كلمة waste waste كفير بمعنى يهدر أو يضيع don't waste your time chatting online ما نضيع وقتك في المحادثة على النت wasteful معناها مصرف I don't like his wasteful use of materials يعني أنا مش عاجبني أسلوب المصرف أو يستخدم المواد بإصراف wastefulness معناها الإصراف أو التبذير wastefulness is a behavior that is not wise يعني الإصراف أو التبذير ده شيء طبعا غير حكيم بعد كده throw يعني يرمي throw something into some place يعني بتحط شيء أو بترمي شيء في مكان I threw the old bag into the bin أنا رميز الشنطة القديمة في السلة throw something أو بترمي شيء بعيد mom asked me to throw the old papers أو طلب من أن نرمي الجرائد القديمة بعيد بعد كده عندنا آخر جزء معنا في الحلقة بعض المقاطع عشان لقيت عليها أسئلة فجمعت المقاطع الحاجات التي لم نكن قلناها في unit one و unit two هي الاثنين مع بعض لما نجد this في البداية قبل الكلمة تكون معناها العكس مثلا disappear disappear معناها يظهر disappear معناها يختفي العكس over ممكن تكون أكثر من اللازم مثل overweight الوزن الزيادة ممكن تكون خارجي مثل overcoat balto ممكن تكون إضافي مثل overtime وقت أو أجر إضافي ممكن تكون بمعنى فوق أو على overwork زي طل على re بمعنى يعيد كتابة هنا write يعني يكتب أما rewrite يعيد كتابة نكمل n لما تكون العكس مثلا inefficient efficient معناها كف أما inefficient معناها غير كف trans في الأول معناها عبر أو بين مثلا transplant يعني نقل الأعضاء هنا بمعنى نقل transatlantic عبر الأطلسي عبر المحيط الأطلنط هنا مقاطع لكن نهاية في نهاية الجملة مثلا ITY تكون اسم مثلا adaptability adaptability قابلة التكيف ATION تكون اسم مثلا adoption أو foundation free خالية من أو بدون مثلا tax free يعني حاجة مفاش ضرائب ship بتكون اسم مثلا leadership يعني الكوية دا أو الكوية دية نكمل ونشوف الجزء اللي معنا دوت لما تكون مقاطع نهية زي hood بتكون اسم زي childhood manhood motherhood كل دي الرجولة الأمومة مرحلة الطفولة بردو 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 بتكون صفة زي مثلا deadly أو friendly ال الي ممكن تكون ظرف بردو ده الأغلب يعني بتكون adverb دي من العلامات حتى بتتلقى ال adverb زي enormously معناها بشكل هائل ال ology بتكون اسم علم ology زي مثلا psychology geology كل الحاجات بتبقى اي اخيرها الجزء بتاع ology ده برضو حتى في العرب يعني بتكون كده toxology معناها علم السمو بعد كده عندنا حاجات زي بعض زي مثلا turn not into أو make not into يحول إلى it's possible to make أو turn some novels into films من الممكن نحول بعض الروايات إلى أفلام فهنا make بتساوي turn آخر جزء معنا الفرق ما بين بعض الكلمات زي مثلا adopt adopt دي التأقلم بال a أما دي تبنى بال o خلي بالكوا بقى من الحاجات دي مهمة جدا operation و process operation دي عملية جرحية أو مخابرتية أو تشغيل أما process دي عملية تحتاج سلسلة من الخطوات زي مقولك في الأول عشان تنجح مثلا لازم تذاكر وبعد تحل التدريبات وبعد كده تمتحن كتير وبعد كده كذا عملية أي فيها خطوات فهي process أما عملية جرحية أو مخابرتية أو تشغيل فهي operation retire معنا يتقعد يعني خلاص وصل لسن المعاش أما resign معنا يستقيل زي من الشغل وعايز يمشي do an operation وhave an operation خدناه في الوحدة الأولى وقلنا إن do an operation الدكتور هو اللي بيعمل الجروحة أما haven operation ده المريض تمام efficient كف أما sufficient كافي واضحين جدا delegation وفد أما delegate موفد أو موفد عن job وظيفة تعد work عمل لا يعد او مكان عمل career طبعا حياة مهنية profession معناها مهنة وطبعا تحتاج للتدريب مثلا الطب وزي التدريس arrive in وات وget arrive in يصل إلى مدينة كبيرة أو مكان كبير أما arrive at فندق أو مطعم أو مكتب صغيرة يعني get ويصل إلى مكان بكده بنكون خلصنا الحلقة النهاردة وخلصنا هنأجل حل التدريبات لحد ما نمشي في اليونتات علشان احنا اتأخرنا فلازم نجل الاول نخلص يونت 3 4 5 على الاقل بإذن الله قبل نصف شهر 11 نكون مخلصين لحد يونت 5 نكون كده رجعنا تاني نحن نكون ماشيين بشكل كويس بعد كده ممكن نبدأ نحل في التدريبات وحتى هنكون نراجع على اليونتات هنكون نسينا مثلا يونت 1 و يونت 2 فنحل التدريبات فنفتكر مرة تانية اليونت هنال عدت شوفكم على خير ان شاء الله اتمنى الفيديو يكون اعجبكم وتكونوا استفدتم منه شوفكم على خير في درس جديد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته